موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متنوعة بفقراتها الإخبارية والفنية والاجتماعية من برنامجكم الأسبوع صد الكفيل أبقوا معنا موسيقى ضيفت العتبة العباسية المقدسة وفدا من مشرفي مديريات التربية وتربويها في محافظة النجف الأشرف ضمن فعاليات مشروع الساقي وتضمن الملتقى إجراء برنامج للوبد الضيف يضم عددا من الفقرات المزيد في هذا التقرير لما لهم من دور مهم وفعال في المجتمع وفي تنشيئة الطلبة استقبل الشعبة العلاقات الجامعية والمدرسية في العتبة العباسية المقدسة عددا من مشرفي تربية محافظة النجف الأشرف ضمن فعاليات ملتقى الساعي حرصا منها على هذه الشريحة المجتمعية ضمن مشروع في تلكفيل الوطني باشرة الشعبة العلاقات الجامعية والمدرسية وحدة النشاطات المدرسية برنامج ملتقى الساعي الأسبوعي لكل من الأساتذة من مشرفي تربية النجف وبالتنسيق المسبق مع مديرية التربية فيها والأساتذة الملسقين فيها أيضا ضمن برامج معدام مسبقين كان هذا البرنامج مضغوط بسبب الأوضاع الظروف الصحية التي مر بها البلاد والمحافظة كانت هناك جولات من ضمنها جولة زيارة العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية عليه وسلام وأيضا جولة في المتحف العتبة الحسينية ومتحف العتبة العباسية والتبرك والمضيف داخل المتحف العتبة العباسية وبعد ذلك التوجه الأساتذة إلى مجمع الإمام الهادي هو أحد المجمعات التابعة إلى الدار الضياف إلى العتبة العباسية المقدسة برنامج متكامل عدل الضيوف تخلالته مجموعة من الفقرات ابتدأت بجولة في متحفي العتبتين المقدستين وتم عقد محاضرة قدمت فيها المشاريع الثقافية والتنموية التي تستهدف مختلف الفئات الاجتماعية من معظم محافظات العراق إلى جانب إقامة ورشة تضمنات بيان تأثير المعلم في المتلقين باسم مشرفي تربية النجف الأشرف لو بدلنا أن نشكر العتب العباسية لدعوتها لنا في الحضور لبرنامجها المعتاد ومن ضمن نشاطاتها الإسلامية زادنا فخرا وشرفا مثولنا وزيارتنا إلى العتب العباسية والحسينية لهذا اليوم 21 واحد بما يكون لهذه البرامج والنشاطات من أثر إيجابي على الرؤية العامة لمثقف العراق ومن ضمنهم مشرفي المدارس نلمس ونرى ما تقوم به العتبتين الحسينية والعباسية من مشاريع حققت طفرة نوعية في مجالات كثيرة في مجالات الزراع أو في مجالات التربية الحيوانية في مجالات الطيب المستشفيات العلم كل هذه الجوانب نتمنى التوفيق الدائم للمشرفين على العتبتين المطهرتين مبادرة أخرى تضعف لبوادرها المستمرة في استقبال وفود من مختلف شرائح المجتمع وهذه المرة استضافت العتبة العباسية المقدسة مجموعة من مشرفي تربية النجف الأشرف ضمن ملتقى الساعي الذي تشرف عليه شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية فيها نظم مركز القمر الثقافي التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة ورشة تثقيفية لمجموعة من الشباب لنشاهد معا ما الذي تضمنته هذه الورشة في هذا التقرير أثر واضح على مجاميع متعددة من الشباب من مختلف المحافظات العراقية بترسيخ الأدوات المنطقية والعقلية والعلمية ثبتها مركز ملتقى القمر الثقافي الذي استقبل مؤخرا وفدا من العاصمة بغداد وادخله ضمن فعالياته التنموية من ضمن نشاطات ملتقى القمر الثقافي التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية استقبلنا وفد من شباب محافظة بغداد الحزيزة وأيضا كما معتاد بالبرنامج من تقديم مجموعة من المحاضرات في مجالات العقائدية والمجالات التنموية أكيد الذي يتساهم في تطوير ومساهمة الشباب الفاعلة وخلق جيل من الشباب الواعي يكون له تأثير وبصمة وأكيد لمواجهة مجموعة من التيارات والثقافات التي تهدد ثقافة وقيم ومبادئ ومعتقدات الشعب وسواء على المجال الديني أو على المجال الثقافي برنامج مكثف اشترك به أربعون شابا من مختلف الفئات العمرية تلقوا محاضرات تثقيفية في مواجهة الحركات التضليلية من خلال تقديم ورش في التنمية البشرية والتنمية الدينية والوطنية على يد مدربين معتمدين في العتبة العباسية المقدسة ضمن ملتقى القمر الثقافي في العتبة العباسية المقدسة أصبح من أعطاء ورشات ودورات حول التنمية البشرية وتطوير الذات فاليوم استفادة كثيرة من ناحية الشباب من تطوير الذات تسليط الضوء على بعض الجوانب في حياتهم وكذلك تطورات من الموسة شكرا للعتبة العباسية للاستضافة هذه الطلاب وتنمية البناء جيل واعي بالحقيقة شكرا للساة هذه طبعاً كان نسلوهم كل شراقه وحلو والطلاب والاستفادة منهم وتطوير المشاريع والعقائد الدينية والنتائج والأداء للعمال تنمية مهارات الشباب وتثقيفهم من أجل بناء جيل واعي وخلق قاعدة جماهرية رصينة للحفاظ على الهوية الوطنية والدينية هدف يسعى مركز ملتقى القمر الثقافي التابع للعتبة العباسية المقدسة لتحقيقه من خلال إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية تحت عنوان تراث العلامة الميرزى جعفر ابن علي نقد طبطباء الحائر قدس سره أقام مركز التراث كربلاء التابع لقسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية ندوة بحثية من أجل تسليط الضوء على تحقيق نماذج من تراثه المخطوط المزيد من التفاصيل في هذا التقرير يحتل التراث مكانة مهمة في حياتنا اليومية كونه يمثل هويتنا الحضارية التي نستمد منها قيمنا الإنسانية وأسسنا المجتمعية على إثر ذلك شهدت قاعة الإمام الحسن عليه السلام انطلق فعاليات الندوة البحثية الخاصة بتراث العلامة الميرزى جحفر الطبطبائي الذي يقيمه مركز أحياء التراث التابع لقسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية يقيم مركز تراث كربلاء التابع لقسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة ندوة عن أحد أعلام كربلاء ورجالاتها وهو الميرزى جعفر حفيد صاحب الرياض وهذه الأسرة هي أسرة علمية خدمة الدين وخدمة المعرفة المركز مستمر بتحقيق هذه المخطوطات وكما بينت أن هذه المخطوطات لها فائدة علمية ومهمة وعدم تحقيقها وتركها سيتعرض إلى التلف وإلى الضياء وبين طيات هذه المخطوطات هناك علم جم يستفيد منه الباحثين في دراساتهم المستقبلية وتطوير هذه الدراسات الندوة شهدت حضور عدد من الأكاديميين والمختصين المهتمين بالشأن التراثي فضلا عن حضور ممثين عن إدارة العتبة العباسية المقدسة وأخسامها لتبدأ بعد ذلك الجسة البحثية التي استهلت بأربعة بحوث قيمة لباحثين مختصين بالشؤون التراثية هذا العلم الكبير المغمور وهو الميرزى جعفر الطباطبائي الحائري سليل أسرة علمية تسنمت زعامة حوزة كربلاء لما يزيد من قرن فالتعريف بتراثه العلمي وجهوده العلمية من الواجبات الأصيلة لمركز متخصص بتراث كربلاء ألا وهو مركز تراث كربلاء التابع لقسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية استمرار مركز إحياء التراث في تحقيق المخطوطات التراثية يأتي إيمانا منهم لما تحملهم من فوائد جمع فضلا عن استفادة الباحثين في دراستهم وتطويرها إضافة إلى تعريف الأجيال الحاضرة بتراث أسلافهم هو الهدف الأساسي للمركز زار وفد من العتبة العباسية المقدسة جرح الحجد الشعبي الراقدين في مستشفى الكفيلة التخصصي ممن أصيبوا جراء اعتداء داعشي في ناحية حمرين لنشاهد تفاصيل هذه الزيارة يوم جئنا لجيارة أولادنا وأخوتنا من جرح الحجد الشعبي في هذا المستشفى المبارك المستشفى الكفيل تابع العتبة العباسية المقدسة وحقيقة لا بد من إشارة إلا أنه حقيقة أبدوا ارتياحهم ومتنانهم لخدمات الطبية والخدمات الأخرى التي هم بحاجة إليها وقدموا شكرهم الكبير لما يقدم لهم بهذا المستشفى المبارك المستشفى الكفيل تابع العتبة العباسية المقدسة نسى الله سبحانه وتعالى أني منعنا بالشفاء أني أحهم الشهداء وأني منعنا الجرحة بالشفاء التام والعاجل وآخر دعمنا الحمد لله رب العالمين تعرض حقيقة أول بداية ما رصدناهم بدار الدين عليهم برامي بعدين يجي معاون آمر فوجة أمر صادهم ومتصالوا يبعالياء بعالياء العيسى وأعتقد أمر فوجة الناصرية اتصالوا ياء وبعدين دور صار يحاصرهم منطقة العيث ناحية حمرين منطقة ناحية الحمرين منطقة العيثة الساعة بثمانية ونص لعب الليل صار التعرض شماحة شب حقهم أجامل خافة تقول لنا أخوي جامل جيدة يعني كلش يعني أنا لو الله وأهل البيت والحشد ما جايبين هنا لا نريد غير راحة أنا انقطمت في طب العدل بهذا الخبر انتهت فقرة تقارير إخبارية فاصل ونعود لنكمل ما لدينا من فقرات موسيقى شكرا شكرا كثيرة هي الدواعي التي تحملنا على إعادة التفكير في مفردات سلوكنا وقضايا حياتنا الاجتماعية والعلمية في عالم تتصارع فيه القوى وتتعارض الأهواء حتى يكاد الفرد ليضيع في متاهات هذا العالم لولا أن يتهيأ له من يضع أمامه علامات دالة إلى سبيل النجاة تعالوا معنا نسترشد بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف عبر ما قدمه لنا وكيل المرجعية الدينية العليا في عطر الهداية موسيقى ينهى ولا ينتهي يعني لا تكن ممن من هؤلاء ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي يحب الصالحين ولا يعمل عملهم ويبغض المذنبين وهو أحدهم يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت من أجله إن سقم ظل نادماً وإن صحى أمين لاهياً يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي إن أصابه بلاء دعا مضطرًا وإن ناله رخاء أعرض مغترًا تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله الإمام عليه السلام نرجو الالتفاة أيها الأخوة والأخوات من الأمور التي هي مصاديق لحالة الازدواجية في الشخصية أن الإنسان ينهى الآخرين عن الذنوب والمعاصي وقباح الأعمال ويأمرهم بالأعمال الصالحة والطاعات ولكنه في نفس الوقت لا ينتهي عن هذه المعاصي وقباح الأعمال وفي نفس الوقت ما يأمر به لا يأتي به فحينئذ يكون هو أولى بأن يأتي بهذه الأعمال الصالحة أولى بأن ينتهي عن هذه الأعمال المنكرة فيبين الإمام عليه السلام حالة الازدواجية والتناقض في الشخصية الشخصية المزدواجة هي والدة التناقض بين مشاعر الشخص وسلوكه خطب الجمعة دروس وعبر على لسان أهل البيت عليهم السلام ومن هنا ننتقل إلى أخبار العتبة العباسية المقدسة مصحوبة بصورة صحفية أبر فقرة صورة وتعليق موسيقى 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 تعرف الصورة بأنها تجميد للزمن في اللحظة التي وجه خلالها المصور عدسته نحو مشهد لإلتقاطه إذ أن الصورة الفنية قطعت أشواطا للدخول إلى عالم الفن إليكم مجموعة مختارة من أفضل الصور التي التقطها المبدعون في فقارة لحظات ضوئية ترجمة نانسي قنقر لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها فالحماقة السلوك لا ينفعه التأديب وقد يكون المرء أحمقا وحده في بعض الأحيان ولكن هل يمكن أن تغيب أو تختفي في العمل الجماعي؟ المزيد عن هذا الموضوع في فقارة كلمة ذات بسم الله الرحمن الرحيم رح نتكلم اليوم عن مشكلة من مشاكل اللسان ألا وهي الحماقة الحماقة مشكلة كبيرة تواجه بعض البشر أحيانا بعض الناس قد يمرون بمواقف من الحماقة لكن بعض البشر عندهم حماقة مستمرة طول عمرهم للأسف هاي المشكلة قد توقع أصحابها في مشاكل ربما تؤدي أحيانا إلى أنهاء حياته الإمام علي عليه السلام يقول قلبه الأحمق وراء لسانه ولسانه العاقل وراء قلبه شنون؟ يعني القلب باعتباره هو اللي يعي أحيانا القلب يعبر عنه في بعض الموارد هو العقل نفسه فإن العقل هو اللي يعي أنه هاي العبارة ممكن تكون عبارة مفيدة أو مضرة الأحمق إنسان يتكلم قبل أن يزن كلامه العاقل يتكلم بعد أن يزن بعقله كلامه لذلك نحتاج أن نوزن الكلام قبل أن يطلع لأن ممكن هذا الكلام يكون مضر بنا وبالنتيجة ممكن في بعض الأحيان أن ينهي حياتنا الحماقة مشكلة كبيرة وكما قيل الحماقة أعيت من يداويها شكرا لكم من وقت لآخر نشاهد اختلاف العمران في العتبة العباسية المقدسة والمنشآت التابعة لها كل هذا تنفذه سواعد خدمة المولى أبي الفضل العباسي عليه السلام إليكم ما حققوه في فقرة قيد التنفيذ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من الأبطال الذين يسارعون في إنجاز المشاريع الخدمية إلى الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم لأجل الحفاظ على وحدة وكرامة الوطن شهداء العراق في بذرة مقدسة ترجمة نانسي قنقر الأجزيمة ليس رد فعل تحسسي من طعام معين أو مادة معينة كيف تعرف أن الطفح الجلدي هو أجزيمة أم لا؟ ما هي أسباب نوبات الأجزيمة؟ وما هي طرق علاجها؟ لنتعرف على هذا النوع من الطفح الجلدي من الطبيب المختص وذلك في فقرة صحتك في دقيقة بسم الله الرحمن الرحيم رح نتكلم اليوم على مرض الأجزيمة الأجزيمة هو مرض جلدي بسيط يصيب الأشخاص بمراحل مختلفة من العمر بالأطفال وعمر المراحقة وكذلك بالكبار وبيع أنواع كثيرة هناك الأجزيمة الجافة وكذلك الأجزيمة الدهنية وكذلك الأجزيمة تسمى المختلطة أكيد علاج هذا المرض يتم عن طريق الطبيب الأخصائي مرض الأجزيمة مرض بسيط وعلاجه أيضا بسيط بعد تشخيصه أغلب الأمراض الأجزيمة تكون وراثية وبها أيضا نوع غير وراثية بعد تشخيص الحالة يكون علاجه بعلاج دوائي أغلب يحتوي على الكورتزون فترة قليلة من الزمن يعني يجب الالتزام بكلام الطبيب أنه يأخذ العلاج مات لفترة مثل ثلاثة ايام إلى خمسة ايام ومن ثم التوقف وهي بعد الإرشاد بعدين علاج الخطوة الثانية له هو علاج الترطيب له استخدام مرتبات فعالة خصوصا هذه المرتبات الموجود بها مادة سيروايد وهذا يسمى الدهن الصناعي يشبه دهن الجلد وعلاج الأغزيمة يكون لفترات طويلة تصل إلى سنوات يعني وينتبه على المرحلة العمرية أكو عندنا الأغزيمة الولادية اللي دائما تكون مصاحبة لحالات تهيج نتيجة مواد مثلا الأكل اللي يبوي بمواد حافظة الأكلات الحارة مثل العمضة والصاص والطرشي والبهارات إضافة إلى طريقة الغسل وطريقة الوقاية يعني مثلا الأغزيم دائما ننصح بعدها من استخدام الليفم وعدها من استخدام المواد الخشنة كذلك بالنسبة للملبس ننصح مريض الأغزيمة عدم اللبس الملابس الصوفية وباشرة على الجلد لازم يكون قطن يعني تحتى كفانين أو قطين أو ملابس داخلية قطنية كذلك حتى في الفراش المراجع اللي بأغزيمة ننصح أنه يكون موصوف ولا يكون خشن يكون مثلا ديباج أو لحاف خفيف حتى ما يهيج الحالة على الدم وعلاجها بسيط ولكن مرات تحتاج فترات طويلة وفي كثير من المراجع يتململ من علاجه لا هو شغل تبسيطة ويحتاج للمراج فترة من الزمن قد تصل حتى إلى أكثر من سنة سنتين ونتمنى لكم الصحة والعافية أحبة المشاهدين إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا نتمنى أن تكون قد راقت لكم دمتم في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة